زوجي يقول تزوجتك علشان أرضي أمي فهل ممكن لهذا الزوج أن يطلقني بعد وفاة أمة؟ أو يتزوج أخرى يختارها؟ أنا بس بقول لكم نقطة صغيرة في علاج المشاكل الأسرية أو التربوية إحنا دائماً ما نعالج مشاكل في الخيال أو مشاكل في المستقبل يعني الأسئلة المستقبلية أنا ما قدر أجاوب عليها أما تقولوا لي الآن صارت المشكلة وهذا الواقع واحد اثنين ثلاث أقدر أجاوب فأفصل الثوب حسب الحالة لكن تقول لي للأخت والله زوجي تزوجني عشان يرضي أمه طيب هل ممكن بعد وفاة أمة يطلقني؟ عشان اشتراني أنا ما أشتراني ما أدري والله ما أدري تقعد تسألين في شي في عالم الغيب وإحنا عايشين في عالم الشهادة الآن خليني أجاوبة في عالم الشهادة عالم الغيب يشعرفني لا وتقوليني بعد هل ممكن يتزوج وحدة ثانية هو يختارها على اعتبار أن أنا اختيار أمة طيب يعني ما ما قدر أجاوبة أنا ما عرف لكن أنا بقول لك على شي أنا عرف حالات كثيرة اللي يسمونها الزواج التقليدي اللي هو الأم تختار والحالات ناجحة والحالات توفقت مو كل واحد أمة تختار لزوجه معناتها إذا كبر أو توفت أمة بيختار واحدة ثانية لا مو بالضرورة هو يعتمد على الحياة الزوجية أنا بأسئلة السؤال ونتي جاوبيني أنتوا الآن أنتوا كزوجين حياتكم مستقرة؟ مرتاحين؟ أو هو مستانس؟ مستقر؟ مرتاح؟ إذا جوابت الحين على أسئلتي نعم 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 إذا لا تفكرين هالتفكير حتى لو توفت أمة ما رح يطلقتش وفي المستقبل ما رح يتزوج عليك أنا مرتاح